ما أن انتهت انتخابات مجالس المحافظات في العراق والإعلان عن نتائجها التي جاءت وفق ما تشتهيه أحزاب وميليشيات الإطار التنسيقي كخطوة باتجاه إحكام سيطرتها على مؤسسات الدولة حتى سارع زعمائه لتجديد ولائهم لطهران من داخل السفارة الإيرانية ببغداد زعيم حزب الدعوة نور المالكي وفي تصريحاته بالذكر الرابع لقتل سليمان والمهندس يقول إنه لا خشية من أي خطر يتهدد العراق بسبب وجود الحجد وهو الذي وصفهم في وقت سابق بأمة الجبناء كما أنه لم يكف عن لغته الطائفية التي درج عليها داعش لم تكن إلا صنيعة تم تأسيسها في منصات الاعتصام في الأنبار من قبل الإدارة الأمريكية مباشرة وهي عقوبة لنا لأننا وقفنا رافضين عملية إسقاط النظام في سوريا المالك الذي يعتبر نفسه إلى جانب النظام السوري أحد أركان ما يسمى بمحور الممانعة سبق وأنهاجم بشار الأسد واعتبره سببا رئيسا في الفوضى الأمنية ودخول السيارات المفخخة إلى العراق بل ويذهب في تناقضاته إلى مهاجمة أمريكا وهو الذي تعهد أمام الكونغريس قبل أعوام بأنه سيلاحق كل من يستهدف الجنود الأمريكيين في العراق وأعطى المبرر لواشنطن لإبقاء قواتها في البلاد عبر توقيع الاتفاقية الأمنية لا يذهب حلفاء المالك بعيدا في تصريحاتهم فهذا زعيم هيئة ميليشيا الحجد فالح الفياض يكيل الشكر والمدح لإيران ويعتبرها سببا في التخلص من الهيمنة الأمريكية غاضا اضطرف عن حقيقة أنه ما كان له وباقي زعامات العملية السياسية أن يصلوا إلى وضعهم الآن لو لا أمريكا التي جاءت بهم إلى حكم العراق ليكملوا مشروع تدميره زعيم ميليشيا بدرهاد العامري ينضم هو الآخر إلى جوقة المطالبين بخروج القوات الأمريكية والإشادة بإيران وسليماني وقعا بكل صراحة لهم دور وفضل كبير على العراق لو لا هم ما اليوم إلى اليوم الأرهاب الداعشة موجود العامري الذي يرتدي ثوب المقاومة تكشف وثائق عن برقية سرية بعثها إلى السفارة الأمريكية عام 2006 يدعوها إلى إنهاء الميليشيات ونزع سلاحها لأنها تضعف الحكومة وعلى ما يبدو فإن هؤلاء لا ينسون فقط تاريخهم بل يغفلون عن أن العراقيين لا ينسون جرائمهم ويوثقونها لتبقى شاخصة لحين لحظة القصص